نكملين إذن ولكن السيكة بمحل شوي مختلف عن محطاتنا السابقة عفاق صحيح نقلي نوعية ورح نتحدث مجددا عن تحديات الطلب ويمكن خرجي الكليات والجامعات والمعاهد في الداخل الفلسطيني رح نحكي أيضا بشكل خاص عن مؤتمر أقيم مؤخرا بالشراكي مع مبادرة كوليكتف إمباكت وأيضا مع وحدة التخطيط المهني في معهد العلوم التطبيقية التخنيون عن كل هاي المحاور وأكثر نصبح بالخير على ضيوفنا شادي حداد مدير ملف زبائن في مبادرة كوليكتف إمباكت صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك ومعنا أيضا نسرين حبيب زعاتري مديرة وحدة التخطيط المهني في معهد العلوم التطبيقية التخنيون سعى صباحكم دعني نبدأ في البداية مع شادي مع أنه بالشكل عام نقول المرأة أولا ولكن عن المبادرة عندي فضولي شوي نعرف شو هي كيف مركبة على شو بتشتغلوا بالتحديد شادي المبادرة هي عمليا مبادرة اجتماعية لتعزيز العمل في الوسط العربي أقيمت عام 2013 على يد المحامية فعات عفاديا ودكتور سمير قاصم المبادرة تأسست على دمج وتجميع كل القوى العاملة بقلب الدولي لا دفش أو تعزيز العمل الداخل في قلب الوسط العربي عمليا إحنا شغلنا أكتر مع الشركات على أن يتقبلوا أكتر الطالب العربي أو العامل العربي بقدراته ومهاراته بالشغلات اللي هو بنت ملائلها والإشياء اللي بيتمشي على الدرب الصح حاليا إحنا موجودين تقريبا بعشرين شركة من أكبر شركات موجودة في السوق بعدة مجالات مجال الفيرما مجال العلوم مجالات عديدة وحلو شادي أنه عن جد يذكر لصالح المبادرة قدروا أنه يعززوا أكتر الوجود العربي في كافة الشركات وأكيد أبناء مجتمعنا كثير عند المهارات يمكن عن جد زي ما قلت شادي بحاجة بس لدعم بسيط نسرين عن جديد يسعد صباحك إحنا كمان مجهزين تقرير عن مؤتمر التوظيف التخنيوني بعد شوي رح نحكي عنه ولكن قبل الحديث عن المؤتمر عن أهدافه وعن هاي الشراكة ما بين التخنيون وكوليكتف إمباكت نحكي شوي عن الوحدي يعني وحدة التخطيط المهني في معهد العلوم التطبيقية شو هيك عملكو جوهر عملكو شو فعلا الأمور اللي بتهتموا فيها وحدة تخطيط المهني هي وحدة جديدة في التخنيون هاي السنة بديات مع استلامي للمنصب في التخنيون هي جزء من مشروع تكافؤ الفرص المشروع هذا لنعمل لتقليل الفجوات اندماج الطالب العربي في المجتمع التخنيوني خلينا نقول كبداية بأول ما يفوت على التخنيون منساعده بالاندماج في المشروع التخنيوني عن طريق ورشات عمل عن طريق اللغة العبرية اللي بتكون ندعيفة عنده عن طريق نحط له مرشد مرافق لإله في التخنيون ولقينا كان في حاجة خلينا نقول لوحدة أوجدت نفسها انه كان في حاجة انه يكون في عنا نكمل الحلقة يعني نساعد الطالب نفسه انه يطلع من التخنيون من الحياة التعليم من الضغط التعليم من كل الحياة التعليمية لا المجتمع بشكل صحي بدأ أسميها يعني انه يندمج بشكل كمان تدريجي كمان زي ما بقوله بشكل ملائم يأقلم نفسه على انه يطلع من حياة الطالب اللي بيشتغل واللي بتعب بالتعليم لا حياة الباحث عن عمل ونعرف البحث عن عمل هو نهائيا مش اشي هويا فخلينا نسميها بجملة واحدة هي جسر بين الأكاديميا للمستقبل رائع جدا وعظيم أيضا عندي كثير من تساؤلات وعلامات الاستفهام في هذا الموضوع بس خلونا حاليا ننتقل له التقرير يلي بيرصد مؤتمر التوظيف في معهد العلوم التطبيقية التخنيون تم تنظيم مؤتمر التوظيف التخنيوني الأول من نوعه في الوسط العربي الذي يجمع مكافة الطلاب من مختلف الكليات في التخنيون في محاولة لتوجيه الطلاب ومنحهم الآليات اللازمة التي يجب اتباعها بعد أنهاء الدراسة اليوم كان في عرض للأدوات اللي بتخليهم يتوجهوا في المستقبل نحو الهدف ونحو التوظيف المهني وهذا الأمر طبعا يتطلب أن يبلشوا في المسيرة ابتداءا وهن باللقب الأول من السيرور الذاتية من إيجاد أماكن العمل المناسبة والاتصال معهن وكذلك على تنمية الشخصية هنا اليوم إحنا كمان مرة منعطي بس الأدوات ولكن لازم هناك تكون فيه تواصل عشان إحنا ننمي هاي المواهب أمر اللي إحنا بنعمله اليوم في إطار المعهد العلوم التطبيقية بشكل ورشات عمل مع كثير من المتعاونين معنا وجمعيات اللي أنا ذكرتها سابقا العديد من طلاب الجامعات يواجهون صعوبة في إيجاد عمل بعد إنهاء دراستهم وبالتالي يهدف هذا المؤتمر إلى توجيه الطلاب لأثور مناسبة منشوف أنه صعوبة طبعية الطلاب أنه يلاقوا عمل اللي هو كافي لمهاراتهم والحضرات اللي موجودة عندهم صعب لأنه ما شافوا المشغلين بره بمسيرتهم التعليمية فعمليا هاي البرامج اللي منعملها اليوم عشان نربط بين العمل والشركات المشغلة مع الطلاب اللي موجودين بقلب التخنيون نعمل زي همزة وصل رابط بناتهم اللي بلشوا يتعرفوا عليهم شو المهارات وشو الكدرات اللي لازم يطوروها عشان يقدروا يشتغلوا في هاي الشركة فحسب رأيي هذا التشبيك اللي بيصير هون هو من أهم الشغلات اللي لازم تكون اليوم لكل طالب موجود بقلب الجامعات اللي يقدر يطلعوا ويشتغل بالشركات لبرة أنا كطالب اللي إسه بهذا المجال واقفي بمفترق طرق اللي فيه عم بدور بحاجة أدور لشغل بحاجة كتير أتعمق بشو أنا بدي كان نقطة بداية كتير حلوة وحكوا وركزوا عن نقط اللي أنا بحاجة أسمعها وكمان موقفش الإشي هون إنه هني كمان دعوا شرك معينة اللي كمالة البرنامج تكون بإنه يبلشوا هني يساعدوا هاي الطلاب اللي تخطي أول خطوة تجاه سوق العمال فآه بشوفها مبادرة كتير منيحة للناس اللي إسه عم ببلش تطور بنفسها ودور على هاي المجالات فيه عندنا حاجة كتير كبيرة إنه نعطي ونفتح فرص قدام الطلاب العرب في مهد العلم التطبيقية وكمان في الجامعات الأخرى كذلك حاليا في هذا الصدد في التوظيف المهني لأن هناك إحنا منشوف في صعوبات في إيجاد الفرص الملائمة من ناحا وكمان من ناحا أخرى فيه عندنا القدرات لا تترجم بالشكل الصحيح ولذلك هنا إحنا سوينا هذا الحدث عشان نكشف الطلاب على الأسليب وعلى الأدوات الموجودة في الحيز المجتمعي وكمان في الحيز التخنيون وكمان على المتعاونين معنا واللي بدعم هاي المشاريع مثل كوليكتف إمباكت كابماش في ويتسوفن وهاي المؤسسات الغير ربحية بالإضافة إلى التوجيه للتوظيف المهني أحد أهداف المؤتمر تمحورت حول منح الطالب لقاء مباشر مع مشغيل من مختلف الشركات حيث يتيح هذا اللقاء فرص عمل مختلفة للطلاب بعد إنهاء دراستهم بالفعل يعطيكو العافي على هاي المبادرة الرائعة والمؤتمر لي التوظيف في معهد العلوم التطبيقية شادي بدي أبلش من نقطة انتحكيتها إنه هذا المؤتمر قد يكون همزة وصل معيني للطلاب وللخارجين أيضا للتخصصات العلمية أو التكنولوجية وما يخص علوم التقنيات بالتحديد بس إحنا بمجتمعنا معروف أنه يمكن أكثر الطلاب محظوظين هنا الطلاب اللي بتعلموا في التكنيون أو اللي بتعلموا أمور تتعلق في التكنولوجيا والهايتكو وما إلى ذلك ليش بحاجة هاي التخصصات اللي همزة وصلها شوف التخصصات هاي أو كل العلوم التطبيقية أو أي مجال اللي بيدخل عليه أي شاب عربي يتعلموا بحاجة لدعم من كل الوسط اللي هو موجود فيه اللي يقدر ينخرط بسوق العمل بطريقة أحسن كمان بحاجة لتجهيز لكيف يكون بالمقابلة الأولى من اللحظة اللي برد على التليفون بقول ألو هو تحت الكبارة فبتطلعوا عليه بتطلعوا على الشغلات اللي بحكيها هناك فإحنا منساهم ومنساعد ومنمرق مع الشاب أو الصبي كل الطريق اللي ممكن يواجهوها بهاي الشركة عشان يقدروا ينخرطوا زي ما لازم فممكن عن طريق جمعيات اللي بتساعد بالتوظيف ممكن عن طريق وحدة التكافؤ الفرص اللي كمان بتشتغل مع الطلاب كيف ينخرطوا بطريقة أحسن بسوق العمل وأي حدا اللي كيف ما قلنا من قبل اللي بساعد وبساهم أنه يدخلوا زي ما لازم على سوق العمل فإحنا موجودين عشان نجمع كل هاي القوة وإثبات على حكك شادي في كتير طلاب أمير اللي بتخرجوا فعلا كمتفوقين ولكن باستصعبوا ينخرطوا يمكن لأجل هاي الحواجز اللي حكينا عنها دائما كمان نحكي أنه التفوق مثلا في المدرسة لا يعني تفوق في الجامعة وتفوق في الجامعة لا يعني التفوق في سوق العمل ما في علاقة بيني هاي المواضيع شادي قبل ما أنتقل لنسترين أنا بحب أنك تقطعني دائما لأنه مداخلاتك بمحلة كثيرة شادي شفنا هيك مجموعة من الشخصيات يمكن اللي كان إلها كمان مداخلات وعلى رأس نوجه تحية من صبح والخير على بروفيسور حسام حايك اللي شرفنا وكان ضيفنا بصبحنا غير هل يعني كان في تدخل لكوليكتف كمان باختيار هاي الشخصيات لا تكون قدوي يمكن ليتحدثوا كمان خلال المؤتمر ويعطوا من خبرة في هذا المجال فبما أنه المؤتمر هذا كان بدعم كبير جدا من بروفيسور حسام حايك طبعا كان عمليا عدة شغلات كان فيه تدخل لمحاضرة إليه كانت عن الجسر بين الأكاديمية والعمل شو مسئوليتي أنا كطالب أمام الشركات المشغلة عمليا حكينا عن جسر اللي بتقسم لخمس أجزاء بيبدأ من فترة التعليم اللي أنا فيها ببلش أخطط وأرسم المستقبل لحد ما أدخل وأبدأ شغل بالشركات جوا طبعا نسرين رح تتطرق أكتر للمبنى تبع الشغلات وشو كان فيه إشياء بقلب المؤتمر بص طبعا كوليكتف ووحدة التقديم المهني كلنا مع بعض عملنا هذا اشتغلت بشراكة تامة رائعا يا إجنالي نسرين في الحديث عن المؤتمر طبعا رح نحكي في البداية عن جمهور الهدف هل في تخصصات معينة لإستخدفها بالفعل المؤتمر هذا وأيضا المضامين اللي كانت يعني إيش الورشات المضامين اللي كانت على منصة هذا المؤتمر هذا جواب جواب صعب أنا كنسرين كان نحيتي أيام بتكفنيش إن أعمل هيك مؤتمر كان ممكن حتى أعمله بأيام كان في حاجة إنه نقلل فلا هيك أخذنا زي ما قلت مضامين اللي هي أساسية ومهمة وإصابة ترقلها جمهور الهدف ترق لإله أول وبوجه لإنتحية جميعا هن طلابنا العرب ما حددناش حتى طلاب التخنيون يعني إحنا مفهوم دمنا إن هذا لطلاب التخنيون ولكن ما منعنا أي حدا من خارج التخنيون إذا نضم ما سكرناش باب المؤتمر في وجهها للعكس قبلنا بكل سرور وكان في حتى طلاب نعشاط اللي كانوا في المؤتمر وهذا الإشي إن دل على شيء فإن دل على إنه فيه اهتمام وفيه حب استطلاع من التارب العربي كان جمهور الهدف كمان هن خرجي التخنيون طلاب الألقاب المتقدمة في التخنيون المضامين كانت بتخص بس المجال لتبع البحث عن عمل وكان فيه محاضرة شيقة كتير لشادي عن زي ما حكى عن موضوع كيف الطالب العربي وكيف يكسر الحواجز في محل العمل كان محاضرة لبروفيسور حسام ومسارته المهنية طبعا هو حجر أساس في واحدة تخطيط المهنية ومشروع تكافه الفرص أيضا حبينا نجيب زي ما بقوله سكرتين كان عندنا هيك قطعتين حلوة قطعة الأولى هن طلاب مع تجربتهم العلمية الاجتماعية والعملية طلاب لألقاب متقدمة وبالأخذ دكتوراه أربع طلاب متميزين كلها تنخلقوا ظروف لنفس أن يكونوا طلاب دكتوراه وبنفس الوقت بيشتغلوا فقعتوا هون لازم بقوله القيم المضافة لهذا المؤتمر بتجربتهن الخاصة بقلب الحياة الاجتماعية والعملية وكان في عنا سكرية تانية هي أيمن نحاس بوجهه له تحية جاولنا بطريقة الفكهية طريقة البحث طرق البحث عن عمل واللي بنسميها هو كيف سماها المصائب اللي فات فيها طالب العربي بالبحث عن عمل هذا الإشي كمان كتير أضاف هيك أيمن أخذ جزء المضحك المبكي بهذا بالضبط صباح عليه بالخير لا أيمن نحاس بالفعل رائع طيب شادي بدنا نحكي شوي على موضوع وهيكا نقاط كمان تطرقت لها أنت يعني زي ما ذكرت نسرين كان في طلاب حتى من الثانويات وهذا بدل أنه في عندن شغف في عندن حب أنه هيكا في أسرع وقت كمان يقدروا ينخرطوا بسوق العمل مش بس بالمساقات بالكليات والجامعات بس دايما الفكرة أنه هاي الشركات الكبيرة عندها متطلبات كتير صعبة وكأنها تعجيزية فبالتالي في كتير منسمع أشخاص اللي حتى بخافوا أنني أدموا السي في أو السير الذاتي تبعتا اليوم ما قولتكو بكوليكتف وين بتصب يعني قديش فعلا أنه ما نهاب ما نخاف اليوم فيه تحضير فيه مرافقة خلال هاي السيرورة كلها صح غير التحضير اللي بيأخدوه كل الطلاب وكل الوسائل اللي بتتوفر لإلهن مهم كتير لما منوقف قبال الشركة وبدنا ندخل على المقابلة نكون عاملين تجهيز من قبل نكون درسين الشركة شو متطلبات الوظيفة جوه بالداخل إذا بتطلب مهارات معينة أو بتطلب لقب معين أو علامة معينة من كورس هني عاملينه من دورة هني عاملينها نتطلع عمليا نعمل بحف صغير على الشركة إيش المتطلبات كم عامل فيه موجود بالشركة مين الناس اللي بتشتغل جوه شو المصار اللي بدي أمر أقصة مهم كتير أنه نطلع على هاي الشغلة اللي هي أساسية كتير شغلة تانية هي أعرف نقاط ضعفي ونقاط قوتي قبل ما أدخل عشان نقاط ضعفي أعرف أبرزها ونقاط القوة تابعتي أعرف أبرزها ونقاط الضعف تابعتي أشتغل عليها أقدر أواجهها بالمقابلة وشغلة تالتي اللي هي كمان مهم كتير التصويق الذاتي أعرف شو أنا عملت بفترة التعليم شو وين طوعت إذا طوعت بمؤسسات أعرف أني أبرزها بقلب المقابلة وأفرج القيمة المضافة تابعتي ومش بس إشياء اللي هي تعلمت واحد نين ثلاثة أربعة إنما أجيب الإشياء اللي هي الأكتر بتعطيني قيمة مضافة قدام اللي عم بعمل للامتحان وبتأكيد بتأكيد إذا كان إلى علاقة في مجال الوظيفة نفسه أي شيء بتقدر تأخذه اليوم إذا أنت طوعت في مؤسسة وكنت مدير أو مركز برامج صغير ممكن تأخذ من الأساسات ومن الشغلات المتطلبة في الوظيفة وتبرزها هناك هذا كتير مهم رائع جدا أنا حبيت الشق المخابراتي الأول تبقى قدرس الشركة الموظفين اللي فيها المدير اللي فيها شوف أهم إشي التشبيك اللي بتعمله أنت قبل فممكن يكون جارك بشتغل بالشركة اللي أنت مقدم عليها وأنت بتعرف شيء وممكن يساعدك ويدفشك فالتشبيك كتير مهم وهكا تيبات صغيرة ممكن تفيد وتغير وضع التقدم للوظيفة ناسرين بدي أرجع لك يمكن فيه نقاط بللش شوي هيك يحكي عنها شابي أنت أكثر يمكن بتواصل وتماس أكثر مع طلاب مع هذه العلومة التطبيقية شو بتلاقي الأفكار المسبقة الخاطئة بالفعل عند طلابنا العرب في المعاهد العلمية مثل التخنيون الأفكار المسبقة هي كتير كتير أنا بفضل أني ما أذكرهاش بفضل أنه أقول أنه أدعي الطلاب العرب أنه يتجاهلوها وأنه نطلع لقدام أنه نبني مسيرتنا المهنية على راسنا وبالطريقة التي تليمنا أنه ندرس المجتمع ندرس الشركات ندرس نفسنا نبني الخطة ونمشي عليها نحط الهدف ونبدأ نسعى ناحية والأفكار المسبقة إذن نبني نعدها نقدرش يعني إلى ما لا نهاية كل واحد عنده البيئة اللي جاي منا كل واحد عنده الأساس تبعه كل واحد عنده كمان ضغطات الاجتماعية اللي عاشها الموجود إن كان عائلية وإن كان في قلب التقنية صحيح بس بتعرف اليوم يعني الشباب والصبايا اللي بيخلصوا ثانويات أو بيخلصوا صفة ماش دائماً ما بنسمعهم يقولوا بدي أروح أتعلم علم الحاسوب لأنه رح يشغلوني بجوجل هذا مش إشي اللي كتير ملتصق للواقع أو قريب من الواقع أو مش هيك بتمشي الأمور على الأقل عشانيك أنا بردو بدعيهن أنه يحصلوا على توجيه مهني صحيح يدرسوا يوسعوا مجال تجاربهن في الحياة يعني إذا أنا حاسس حالي متردد مش على أرض صلبة باختياري بدعيه إنه يوسع مجال خبرته يعني أروح أفحص حابب أتعلم علم الحاسوب أروح أعرف أقعد حتى مع مهندس حاسوب وأسأله كيف يوم الشغل تبعك كيف يبدو يوم الشغل تبعك هل بي لايمني هل ما بي لايمني هل أنا مناسب لهذا الإشي اللي أقدر كمان أختار مجالي اللي يشبهني لا أنجح فيه طبعا وهذا هيك يعني بشدد على حكي شادي هذا البحث المسبق اللي إحنا بنعمله شادي أنا بدأ قبس سؤال أمير بس هيك أعمله شوي ملائمي مع عملكو مش رح أسمع أنا خررت إنك رح تسرح كل موضوع الأفكار المسبقة يعني اليوم بكوليكتف إمباكت دائما بتبنو شركات جديدة مع شركات وجهات بهدف إنه نعزز التوظيف العربي فيهن قداش بتحسوا يعني ديش هقول أنا بحسرة بسأل هذا السؤال نبعدنا بهذا العصر بنسألك ولكن السياسة تدخل في هذا الموضوع قداش بتحسوا اليوم في أفكار مسبقة تجاه توظيف العرب أو عم بتحسوا على العكس في استعداد في جهوزية في ترحيب بهذه النشاطات اللي إنتوا عم بتقوموا فيها صح اليوم أغلب الشركات اللي إحنا بنشتل معها هي طبعا شركات اللي بتفتح الباب بدها يكون عندها تعددية بدها أن يكون عندها ناس اللي هني يمكن مش التاكس اللي بدوروا عليه كل الوقت مش هو نفس الشخص اللي بدو ييجي بالعكس اليوم الشركات بتشوف أن التعددية بتقدر تبرز قدرات أكتر للعامل العربي اللي بيكون موجود حتى منحط أهداف رقمية كمان بقلب الشركات إنه بهذا المحل دي يدخلها الأدية وبهذاك المحل دي يدخلها الأدية التعددية بتجيب بالآخر بتجيب نجاحات أكتر بتجيب كدرات أحسن بتجيب مهارات أكتر رائح هيك في الختام عشان ما نكون أيضا ما حكيناش كثير عن وحدة التخطيط المهني وحدة التخطيط المهني قديش اسمها تقيل لي ممكن عشان تخنيهم صح؟ بس هيك في نهاية السنين لو بتحكينا على المشاريع المستقبلية لشريحة أطلاب العرب في التخنيهم رح أحكي حاليا عن أهم شغلة عم تعملها وحدة التخطيط المهني بما إنها جديدة عم نعمل حلقات بحث عم نبحث ورغبة الطلاب إيش هني كان موجود لو كانت موجودة كان استفادوا منها أكتر عم نعمل طاولة مستديرة نقاش حول طاولة مستديرة عم نتصل لمكالمات بمبادرتي للطلاب بشكل شخصي أسمع عن تجربتهم هن الشخصية اللي نبني مشاريع وأمور ورشات عمل تليم هن تليم حاجات تليم متطلبات هن في الأساس اللي هو ورشات بناء سيريذاتية في ورشات بناء تحديد الهدف لا تعد ولا تحصل ورشات اللي عم نعملها عم نجيب الجامعيات على التخنيهم تعطيهم كمان وجهة نظرة عم بقى حول التوظيف عم نجيب مهندسين مع خبرتهم الشخصية إلى داخل التخنيون إلى داخل الحرم الجامعي ولكن أنا برضو بحاجة للطلاب هدولة حتى إذا في حدا عنده أي فكرة أنا مكتبي مفتوح وبحاجة لفكرة زيادي عشان إحنا نعمل مشاريع اللي تخص كل طالب بالتخنيون وتلايم إحتياجاته جميل جداً يعطيكو ألف عافية عن جد مباركي جهودكو شادي كلمة أخيرة حابب تعلقها على الموضوع بحب أتوجه لأي أم عم تحضرنا إسا وابنها بالجامعة أو لأي أبو عم بسمعنا وبدو يوجه ابنه لثلاثة شغلات كتير مهمة أول شغلة هي اللي حكينا عليها التجهيز لسوق العمل ثاني شغلة تشبيك إنه نسمع حولينا وثالث شغلة حسب رأيي اللي هي أهم إنه ما أخافش أبلش ممكن أبدا من نقطة السفر وكلياتنا هون أي حد ما وجود كلنا بلشنا من نقطة معينة اللي منها كبرنا فبالش مش دايما لازم أكون مدير ومش لازم دايما أقبض عشر تلاف شيك ممكن أبدا من نقطة السفر وهناك أكبر هذه رسالة مهمة لأنه شوي في عندنا هذا الطموح دايما أو عند أهدينا هذا الطموح ولكن فعلا الخطوة الأولى كفيلة بأنه بنهاية المطاف نحقق ذاتنا في كل محل ونحقق أهدافنا بالحياة شادي حداد نسرين حبيب زعاتري ألف شكر لحضوركم معنا ومباركي كل الجهود اللي بتقوموا فيها يعطيكو ألف عافية يعطيكو ألف عافية